بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على نورك محمد الحق المبين وعلى آله وأصحابه وسلم أهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي ابن الطيب النهاردة هنتكلم عن كربلاء موقعة كربلاء مأساة كربلاء قبل ما نتكلم في موقعة كربلاء واللي حصل فيها مع سيدنا الإمام الحسين هنقول الأول إنها ما ابتدتش كربلاء ولا كانت كربلاء في العشر من محرم سنة ستين هجريا كربلاء ابتدت من أيام خلافة سيدنا علي كرم الله وجه علشان نعرف القصة وإزاي ابتدت من الوقت دوت هنعرف القصة بمراحلها بس قبل ما نعرف القصة ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة القصة بتبتدي يا جماعة من أيام خلافة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجه بعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه القصة ابتدت وشق صفوف المسلمين كان هو بدايته من هنا إزاي حصل الكلام دوت الكلام دوت حصل إن كان شريعة أهل المدينة والدولة الإسلامية في الوقت دوت إن البيع بتتم للخليفة أو لمن يتم اختياره خليفة للمسلمين بمن حضر من الصحابة في المدينة المنورة يبقى الشرع والاتفق عليه أهل الشورى أو مجلس الشورى اللي خلفه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن البيع تتم بمن حضر من الصحابة في المدينة والصحابة اللي كانوا حاضرين في المدينة بيعوا سيدنا علي بن أبي طالب كرم اللواجه بالخلافة المسلمين فجه سيدنا معاوية ورفض هذه البيعة ودخل في تحكيم مع سيدنا علي وإحنا عارفين قصة تحكيم ومشكلتها ده كان الرفض البيعة من سيدنا معاوية هو ده كان مشكلة لأول حاجة شقة صف المسلمين وابتدى يبقى فيه المسلمين فريقين بعد ما كانوا كلهم فريق واحد ابتدنا هنا فيه فريق بيقايد سيدنا معاوية وابتدى فريق يجري في قصة لازم الأخذ السقر لسيدنا عثمان بن عفان وفيه فريق تاني ابتدى مع سيدنا علي لا استتباب الدولة الأول وتثبيت أركانها بعد الفتنة واللي حصلت لأن كان قابليه طبعا برضو سيدنا ومر بن الخطاب مقتول على يد أبو القلوقة المجوسي فكان هنا الدولة فيها هزة شوية الدولة الإسلامية أركانها فيها هزة فكان لازم تثبيتها ودي كانت وجهة نظر سيدنا علي بن أبي طالب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق يدوره مع علي من هنا ابتدى شق صفوف المسلمين وابتدى فيه فريقين فريق سيدنا معاوية وفريق سيدنا علي ابتدت الحدوتة تمشي تاني بعد تكرر في المرحلة التانية اللي هي بعد استشهاد سيدنا علي على أيدي عبد الرحمن بن مولجم لعنى الله وخلافة سيدنا الحسن برضو سيدنا الحسن بيعوه أهل المدينة برضو سيدنا معاوية رفض وحصل القصة الطويلة العريضة ما بينهم وبعد كده سيدنا الحسن مسك الخلافة وبعد كده لما لقى فيه قتال هيحصل ما بين المسلمين تنازل لسيدنا معاوية بس تنازل على شرط وكان أهم شرط في التنازل عن الخلافة سيدنا الحسن في أنه يحقن دماء المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيدا يصلح الله بين فئتين من المسلمين كان يا جماعة أن سيدنا معاوية الملك له أو الخلافة له ثم شورى بين المسلمين نحط تحتيها خط أحمر ثم شورى بين المسلمين ولكن سيدنا معاوية في حياته طلب البيعة لابنه يزيد من بعده سبحان الله تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة الرشدة 30 عاما ثم ملكا عدودا ابتدى سيدنا معاوية حاولها لملك عدود فبيطلب الخلافة لابنه فرفض هذا الأمر من سيدنا الحسين وكثير من الصحابة ولكن هم ابتدوا واحد ورد تاني يبتدوا يعني تحت الضغط وتحت الترهيب أكتر منه ما كانش فيه ترغيب كانوا تحت الترهيب أكتر منه أن هم بيقبلوا ببيعة يزيد لغاية ما توفي سيدنا معاوية ولكن قبل ما توفي قال لابنه يزيد قال له فيه تلاتة مش هيبايعوك تلاتة مهما نعملت مش هيبايعوك وصنفهم له الحسين بن عليه اللي هو سيدنا الحسين عليه السلام والله ولا تتركه يعني ده مش هيبايعك بس ما تسيبوهش لازم تفضل وراء طارة بالترهيب وطارة بالترغيب ومرة أخرى بالتودد وطارة أخرى بكل سبل والوسائل اللي تقدر عليها حول معاه وشوف معاه لأنه هو ده أصلا العقبة اللي هتوقف معاك الكبيرة التاني عبدالله بن الزبير سيدنا عبدالله بن الزبير بن العوام قال له بقى على سيدنا عبدالله بن الزبير بن العوام قال له مش هيبايعك بس لو لقيته أو أدركته في أي مكان فاقتله ده مش هيبايعك وده هيعمل لك مشكلة كبيرة وهنعرف الكلام ده جماعة في قصص تانية احنا تكلمنا عن خلافة سيدنا الحسن فهتلاقوها والمشكلة بتاعتها وزي التحكيم تم التالي كان سيدنا عبدالله بن عمر بن الخطاب وسيدنا معاوية قال له قال ابنه يعني ما تشغلش بلك بيه هو رجل مشغول بالعبادة فما تشغلش حلك بيه وبالفعل مات سيدنا معاوية وابتدى يزيد يطلب الخلافة لنفسه بأن الناس بعيته في عمر أبي أو في حياة أبي سيدنا الحسين رفض سيدنا عبدالله بن الزبير اتدت حوارات ومجالات تانية يعني لها وقتها تاني سيدنا عبدالله بن عمر بن الخطاب يعني كان شبه معتزل الحياة السياسية نهائي سيدنا الحسين بن عليه رفض البيعة ورفض البيعة هنا يا جماعة مش هو عايز الملك هو ما قال له مش بيعوني على فكرة سيدنا الحسين أنا عايز حد كده يجيب لي حاجة يقول لي أنه طلب البيعة لنفسه هو ما طلبش البيعة لنفسه إنما هو رفض التوريس اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ومشكلتنا في العصر الحالي يمكن في الأمة العربية كلها سيدنا الحسين رفض التوريس رفض إنه مجرد إن الحاكم الموجود يورس حد سواء كان يصلح أو لا يصلح لمجرد إنه ابنه أو لمجرد إنه أخوه أو لمجرد إنه أهله يبقى هو يحكم وخلاص هل بقى له دراية بأصول الدولة ومقاومات الدولة وإلى آخره ده اللي سيدنا الحسين رفضه طيب بعد ما خلصنا القصة دية هنلاقي ابتدى سيدنا الحسين رفض البيعة ما سيختوش هما فضلوا وراه علشان يتم لهم الملك فضل وراه يزيد برجاله إنهم يحاولوا سيدنا الحسين يبايعهم بأي شكل من الأشكال فسيدنا الحسين كره في الدولة لغاية ما تم تضييق الخناق عليه في المدينة يعني ابتدت الحياة تضييق عليه ابتدى يلاقيهم في كل مكان عند بيته وعند مصالحه في المسجد ما بين أصحابه وابتدت المطاردة له إنه لازم يبايع في الوقت ده كانت ابتدت مراسلات ما بين أهل العراق وما بين سيدنا الإمام الحسين إحنا عارفين طبعا إن أهل العراق هم أخوال سيدنا الحسين من ناحية أبي طبعا يعني هما كانوا أخوال أبي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله واجه فهنا له صهر وله نسب وله عزوة وأهل ابتدوا يعرفين المشكلة الدائرة فقالوا له تعالى عندنا إحنا نحميك خلي بالكو إحنا نحميك مش تعالى إحنا نحارب أو تعالى ننصرك ننصره في إيه في أمره ما هو الراجل ما طلبش الخلافة رضي الله عنه وسلام الله عليه ما طلبش الخلافة لنفسه فسيدنا الحسين بعد ما ابتدت الموضوع يدخل في قابة قوسين أو أدنى ابتدى يعني إيه قابة قوسين أو أدنى ابتدى إما حياة سيدنا الحسين أو البيعة هنا ابتدى الأمر يأخذ مجرى تاني خالص ابتدى يأخذ منحنة جديدة في القضية فسيدنا الحسين قرر إنه يخرج لأهل العراق طبعا كان أرسل لهم قبل كده يعني عشان يتأكد من المرسلات جاية من أهله ومن عزويته هناك اللي هو سيدنا عقيل عقيل ابن أبي طالب وده هو تأول سفير لسيدنا الحسين أو سفير سيدنا الحسين المهم سيدنا عقيل بعت لسيدنا الحسين رسالة ما وصلتهش لإنه كان خرج ساعتها اللي هو قلوبهم معك وسيوفهم عليك دي كان مقولة مشهورة قوي في تاريخ قصة كربلاء يا جماعة سيدنا الحسين لما خرج اللي بيتكلم ويقولك إنه خرج راح محارب وإنه راح غازي وإنه 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 وعملين يخترعوا تاريخ من عندهم بالعقل كده سيدنا الحسين وكان كل اللي معاه لا يتعدوا السبعين رجل من أهله ومن عشرته ومن صحابه ومن كل حاجة سبعين رجل راحين يأخذوا ويحاربوا جيش الأمويين كله ما تعقلش طيب إذا افترضنا جدلاً إنه هو واخد قوته وحمسته وقالك هحارب بالسبعين رجل واخد معاه النساء والأطفال ليه؟ هيقولك النساء كانوا بيشاركوا في الحرب أيام المسلمين وبيطببوا الجرحة ويطعموا المقاتلين والفرسان معلش أوكي ماشي السيدات أو النساء هنستسنيهم طيب واخد الأطفال ليه؟ كان معاه أهل البيت بأطفالهم طيب الأطفال راحين يحاربوا؟ لا هو كان رايح بينتقل من حياته من هنا لهنا وياخد منبر جديد لإنه يبلغ رسالته وده اللي هم كانوا رفضينه حتى إن هم المنبر بتاعه إن الرسالة يجدونه منفذ جديد أو منبر جديد ليعلو صوته في وجه الباطل لما خرج سيدنا الحسين من المدينة المنورة كان سيدنا عبد الله بن عباس مش موجود في المدينة فلما جه رجع المدينة سأل عن سيدنا حسين قال له ده خرج فرح جاري وراه بالفرس ولحقه في الطريق فقال له يعني وحصل ما بينه الحوار هنفهم منه الفكرة كلها سيدنا عبد الله بن عباس قال له يعني إيه اللي خرجك من المدينة فقال له أخافوا أن يدنسها جنود يزيد هو عارف خلاص زي ما قلتلكم حدوتة بيت قابقة أو سين أو أدنى عارف أنه هم مش هيسبوه فممكن تنشأ حرب في المدينة فهو خاف على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبح فيها دماء المسلمين فسيدنا عبدالله بن عباس سأله قال له طب رايح فين قال له رايح العراق لأهلي وعشرتي وعزوتي فقال له طب العراق في مرماهم مطروح اليمن هي بعيدة وبعيدة عن نفوذهم أو آه هي طبعا تحت الخلافة الإسلامية وتحت الدولة ولكن ما لهوش فقال له ما معناه يعني اللي لنا هناك ما يسمحش بإن إحنا نبقى متواجدين أو 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 إنما هناك فلينا أهلنا وهلينا عشرتنا ولنا من هينصرونا وبعدين تمت مكاتبات لهم ليا في إننا هيحموني هناك وينصروني فسيدنا عبدالله بن عباس يعني قال لسيدنا الحسين عليه السلام استوضعك الله من شهيد عرف اللي هيحصل فيها سيدنا الحسين كمل مسيرته وصل على أطراف العراق فابن زياد ابن زياد دوت اللي هو كان والي الأمويين على العراق ومعروف في التاريخ باسم ابن مرجنة المجوسية ابن زياد ابتدى خرج جيش بقيادة أو يعني فريق بقيادة الحر بن يزيد الحر بن يزيد دوت يعني التقى سيدنا الحسين برة وقال له داخل ليه وجاي ليه ورايح فينه ولكلام ده كله فيعني سيدنا الحسين قال له أنا جاي داخل لأهلي وناسي مش جاي لطالب حرب ولا داخل في حرب ولا أي حاجة فقال له يعني مش هيدخلوك وأنا مرسل لإني أقاتلك يعني أنا جاي عشان حربك أصلا إنما أنا يعني أنت يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدرك ولك مكانتك فأنا عايز أنصحك يعني فقال له خلاص طيب إحنا هنعسكر هنا لغاية ما ننظر في أمرنا فالحر بن يزيد راح رجع قال لهم على الحوار والحدوتة فقال لهم أنا مش هحارب الحسين بن علي ما ينفعش إن أنا أقف في مواجهة حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق اللفز يعني قال لهم مش هنفع إن أنا أقتله فاستسنوا الحر بن يزيد من الحدوتة وخرجوا له عمر بن سعد عمر بن سعد بن الوقاص عمر بن سعد خرج للقاء سيدنا الحسين ويحاربه هو خارج يحاربه خلي بالكم هنا من القصد بتاعه هو خارج يحاربه فابتدوا يفرضوا حصار على سيدنا الحسين فسيدنا الحسين قال لهم أنتوا بتحصروني ليه أنا مش داخل أحارب أنا داخل لأهلي فقال لهم لا مش هتخش غير لما تبايع فقال لهم أنا مش هبايع قال لهم خلاص خلوني وأهلي يعني خلوني أنا والناس اللي معايا نرجع من الحاسب قالوا لا برضو مش هترجع برضو دي عشان الناس تبع عرفان اللي يقولك هو كان رايح للحرب ده هو قال لهم رجعوني طب سيبوني أرجع وننظر في الأمر قالوا له لا احنا ناخدك ونوديك يا زيد في الشام ينظر هو في أمرك قال لهم لا أنا ما يتعملش فيه كده أنا يعني أنا الحسين بن علي يعني ما ينفعش اللي انتو بتقولوا علي دهوت ما ينفعش في كرامة العرب ولا في منطقهم فقالوا له لا هناخدك وتروح له أو إما الحرب والقتال هم اللي أصروا على الحرب والقتال فقال لهم أنا مش اللي عايز الحرب والقتال يا تخلوني أخش العراق لأهلي يا تسيبوني أرجع المدينة قالوا له لا تبايع يعني هم سواء هيخش هنا أو يرجع يبقى لازم البيع وهنا كان هو ده غرضهم من القصة كلها علشان ما نطولش هنلاقي ان سيدنا الحسين هم لما عسكر في مكانه ابتدى يقل منهم الأكل والزاد وابتدت الأمور تضيق عليهم فلغاية ما أطعوا عليهم كمان الماء يعني وصلهم بنهر الفرات أطعوا عليهم الماء فابتدى العطش يضرب ما بين أهل البيت كلهم سيدنا الحسين والسيدة زينب كانت معاوليها موقفها وبالمناسبة يعني هي كانت تعتبر يعني إيه مريم المسلمين في إنها كانت هي اللي مع سيدنا الحسين وشهدت مأساة وشهدت مأساة أهلها كلهم يعني إنما أطعوا عنهم الماء فابتدى العطش يضرب فيهم فسيدنا الحسين خرج بابنه كان رضيع اللي هو سيدنا عبد الله بن الإمام الحسين بيقول لهم يعني إذا كنا إحنا إليكم غرض فينا أو إليكم فينا حاجة فهذا الطفل ليس له لكم فيه حاجة إنه عطش يعني الرجل الطفل عطشان سيبوه رحواحد ضربه بسهم موت الطفل وقال له اسقيه هذا أنا مش فهم أي قلب وأي عقل وأي منطق وأي جبروت بصراحة المهم يعني بكى سيدنا الحسين وبكى أهل البيت ولغاية ما هم أجبروهم على القتال سيدنا الحسين برضو عشان نفهم إنه ما كانش عايز الحرب قعد بالليل في جنح الليل وجاب جون اللي هو كان مولى سيدنا علي بن أبي طالب وقال له خذ من معك وارحله في جنح الليل يعني روحوا في زرام الليل ده وتقدروا ترجعوا من غير ما يصبكم أي أمر وأنا ملاقي مصيري بقى خلاص أنا ومصيري إيه معاهم فما فيش حد طبعا بالتأكيد عايز يحارب وكان خارج الحرب وهيقول لي المعايا رجعوا أنتوا سيبونا إيه لوحدا لأنهم عايزين ننا فجون طبعا رضي الله عنه قال له يعني كلت من أكلكم وشربت من شرابكم فمش هسيبكم في مثل هذا نحن دونك يعني وكلنا أمرنا لله فكان في الصباح القتال وهجموا ومأساتها الطويلة واللي مش عايزين يعني نعيد ونزيد في تفاصيلها إنما اللي هنقدر نقوله إنما بعد ما وقع أو سقط سيدنا الإمام الحسين على الأرض بعد ما انهالت عليه السهام والرماح وضربات السيوف ورجع فرسه بلا فارسه إلى خيمة السيدة زينب فناحت وناحى جميع أهل البيت لم يكتفوا بهذا وخرجت السيدة زينب تبكي أخاها الإمام الحسين وخرجوا بنات سيدنا الحسين يبكون أبيهم هنا لم يكتفي أو لم يكتفي جبابرة الأرض في هذا العصر اللي هتفضل جريمتهم عنوان ليهم في حياتهم وماماتهم لم يكتفوا أمروا جنودهم بأنهم يقطعوا رأس سيدنا الإمام ومولانا الحسين يعني ما اكتفوش بقتاله ما اكتفوش ما اكتفوش بقتل الأطفال ما اكتفوش بسبي نساء المسلمين إنما تجرقوا على حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة يعني معروف إنه هو في الجنة هنلاقي إن سيدنا الحسين قطعوا رأسه رضوانا الله عليه وسلامه واللي قطعها الملعون واحد اسمه الشمر ابن زيل جوشن ده اسمه ملصق به هذا الأمر واتنين تاني معاه قطعة الرأس الشريفة وحملت ورفعت على أسنة الرماح ولكن كان رفع رأس مولانا الإمام الحسين هو رفع رأس انتصار لكلمته ولحقيقته ولنصرة الحق ولرفض الظلم ولرفض أي طغيان فكانت رايته حتى اليوم زي ما قالوا عنها يعني في قص أنا مش متذكر اسمه دلوقتي مسيحي قال لو كان عندنا مثل الإمام الحسين لنصبنا له تمثالا وراية في كل ميدان هكذا هم إلى مذابل التاريخ وإلى أقزر أقزر مذابل التاريخ أما سيدنا ومولانا الإمام الحسين فستظل سيرته عطرة طيبة مباركة يكفيه بشرى جده سيدنا رسول الله بأنه سيد شباب أهل الجنة شكرا لكم وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع ياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حكاوي ابن الطيب ترجمة نانسي قنقر